مصر جميلة مصر كتير جدا مع زوجها ومع أولادها وبتربي أولادها وبتعلمهم حاجات مش موجودة في كل أنحاء الدول الأخرى أيضا هي زوجة مخلصة جدا ووافية جدا وبتتحمل الظروف الصعبة حتى لو هي امرأة عاملة فهي امرأة ناجحة قاضية ناجحة عالمة ناجحة أستاذة جماعية ناجحة في كل مكان بتحقق نجاحات وبتطلع بهذا النجاح ليس فقط في مصر ولكن نجاح ممكن يصل إلى العالمية بالأمس كرمت السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية مجموعة من السيدات اللي بنعتبرهم أيقونات للنجاح ومنهم سيدة مصرية جميلة وأصيلة تحدت ظروفها وحولت الحلم إلى حقيقة تغلبت على مرضها وحولته إلى شيء جميل وإلى دافع للنجاح تخيلوا أن احنا ساعة كتير قوي بنستصعب أن احنا نعدي السنوات الدراسية وراء بعضها فلما نقدر نعدي السنوات الدراسية متبعدة جدا من الإعدادية نعود من الدرس لغاية 30 سنة وبعدين نرجع ندرس تاني نرجع ندرس كمان 30 سنة السنوية العامة وأخيرا وإحنا في عمر الثمانين نحصل على الماجستير طريق طويل طريق طويل وشاق وصعب تخللوا إنجاب للأطفال تخللوا مرض قاسي تغلبنا عليه بقوتنا تخللوا سفر إلى دول عربية سعى وراء الرزق لكن الحلم دايما عايش جوة هذه السيدة لغاية ما استطاعت إنها تحقيقه وهي في الثمانين من عمرها لذلك تم تكريمها بالأمس ولذلك حنحتفي بيها النهاردة مع حضراتكم من خلال واحدة من فقراتنا حيكون معانا السيدة أمال إسماعيل متولي هذه السيدة الجميلة التي حولت الحلم إلى حقيقة أجمل من الأحلام وعشان كده إحنا فخورين بيها وبكل سيدة مصرية بصراحة على أرض هذا الوطن بتحاول جاهدة إنها تشتغل على نفسها وتربي ولدها وتعلمهم لأنها عندها أربعة من الأولاد متعلمين ومخلصين مراحلهم التعليمية وابتقف إلى جوار زوجها وتساندهم كمان عندنا فقرة أخرى جميلة جدا يمكن في فئات كده كانت دايما أولى بالرعاية طبعا المرأة المصرية كانت محتاجة إنها تحصل على كثير من الحقوق وأعتقد إن ده حصل خلال السنوات اللي فاتت كمان في فئة مهمة جدا كانت محتاجة لحقوق كثيرة جدا وهي فئة المعاقين في مصر الحقيقة إنه الإحصائيات بتقول إن حوالي 10 و 6 من 10% من المصريين عندهم أنواع مختلفة من الإعاقات يعني إحنا كده منتكلم في رقم أقل رقم حيبقى 13 مليون إما كانش أكتر من المصريين عندهم إعاقات مختلفة هل نسيبهم؟ طبعا لا الحقيقة إنه كان الملف ده مهمل لكن بدأ الاهتمام به في السنوات الأخيرة ولذلك كان لابد أيضا من توفير ناس قادرين على تأهيل هؤلاء المعاقين على دمجهم في المجتمع على مساعدتهم على رفع إمكانياتهم ومهارتهم وده من خلال كليات متخصصة أيوة بقى عندنا في مصر كليات متخصصة في علوم الإعاقة والتأهيل وده شيء جميل جدا علشان نلاقي لولدنا اللي ملهمش زنب في إنهم يعني يخلقوا هكذا أو تعرضوا ربما لحدث فأصابهم نوع من أنواع الإعاقة إما إعاقة حركية بصرية سمعية أنواع كتير من الإعاقات الأم والأب بيحتروا فيها علشان كده لما نوفر لهم شخص متخرج من إحدى الجامعات المصرية يساعدهم وياخد بإيدهم ويدمجهم في المجتمع ويعالجهم ده شيء جميل جدا النهاردة هنتكلم عن كلية علوم الإعاقة والتأهيل الموجودة في جامعة الزقذيق وأعتقد أن هي الكلية الثانية على مستوى الجمهورية بعد كلية موجودة بنفس الاسم في جامعة باني سويف اللي بتعتني بعلوم الإعاقة والتأهيل حيكون معادة الأستاذ الدكتور إيهاب الببلاوي عميد كلية علوم الإعاقة والتأهيل بالزقذيق وحيكلمنا عن هذه الكلية الوظائف اللي بتعملها الأقسام اللي فيها الأهداف اللي بتسعى إلى تحقيقها وماذا أضافت من خدمات للمعاقين على مستوى الجمهورية كلية ذوي الإعاقة والتأهيل الموجود في جامعة الزقذيق واللي بنعتقد أنها تاني كلية بعد نفس هذه الكلية في جامعة باني سويف تعتني بذوي الاحتياجات الخاصة بمتطلباتهم بمناهجهم الدراسية بالناس المتدربين اللي يقدروا يساعدوهم على الدمج في المجتمع وعلى معالجة كل مشكلاتهم ده شيء عظيم لأن احنا كما قلنا في المقدمة إن عددهم مش هين أو بسيط احنا بنتكلم تقريبا الماء يقرب من 14 مليون مصري فده رقم كبير جدا محتاج لعناية ورعاية خاصة جدا خلنا نتكلم عن كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل الموجودة في الزقزيق ونعرف أكتر عنها وعن أقسامها وما تقدمه من خدمات المجتمع مع ضيفنا الأستاذ الدكتور إيهاب قلب بلاوي عميد الكلية أهلا بحضرتك معناه سباح نوري على حضرتك وبداية كده تعرفنا على نشأة الكلية والهدف من إنشاء كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل لإنشاءات عام 2017 و2018 بدأت العام الدراسي دوت دوت طبعا كان بقرار من فخامة رئيس الجمهورية في هذا العام لإنشاء كليات متخصصة تعنيها بالولاد التخرجين اللي هيساعدوا الولاد ذوي الإعاقة في المجتمع إحنا الكلية الحمد لله يعني كلية متفردة في برامجها إحنا عندنا برنامجين برنامج منهم مش مكرر أو مسبوك في الجامعات العربية اللي هو برنامج معني بتخريج أخصائيين اللي هو أخصاء اضطرابات اللغة والتخاطب اضطراب التوحد الإعاقة السمعية الإعاقة البصرية صعوبات التعلم الإعاقة الجسمية كل دول علشان يخدموا اضطراب التوحد كل دول علشان يخدموا الفئات دي في تخصصاتهم بمعنى إنه الولاد دول محتاجين مش بس إن احنا نعلمهم أكاديميا لا ده احنا كمان ننميهم مهاريا ونفسيا واجتماعيا ومعرفيا على كل الأصايدة فالولاد التخارجين يعني من بداية ما بيدخلوا في العام الأول للدراسة حتى ينتهوا بيختاروا تخصص معين وفقا ليه آلية موجودة في الكلية بيتم يعني وضع ضعوبة لها ويبتدوا يشتغلوا في هذا الاتجاه طبعا البرنامج التاني اللي هو البرنامج التربوي وده برنامج موجود في معظم الجامعات المصرية سواء يعني احنا مش عندنا بس كليات متخصصة لا احنا عندنا كمان اقسام للتربية الخاصة وشعب للتربية الخاصة في الجامعات المصرية يعني الامر مش قصر فقط على الثلاث كليات اللي هو في اكتوبر وفي بنسويف وزأزيق لا الموضوع كمان تقريبا في كل كلية التربية موجود قسم للتربية الخاصة او شعب للتربية الخاصة وكذلك كليات الطفولة بس كلهم بيشتغلوا على اتجاه واحد اللي هو اعداد معلم للتربية الخاصة انما ما فيش كلية من الكليات بالزبط كده ما فيش كلية من الكليات معنية بتخريج اخصائيين تحت مسمى باكاروليوس اخصائي في اعاقد كذا يعني اذا الكلية بتدي منهج عامل هو منهج كليات التربية اللي بياخدوه علشان تعد معلم يعني قادر على ان هو يعني يدرس للولاد دول في المدرسهم بالاضافة لبرنامج التاني اللي هو اعداد اخصائيين بقى للتعامل معهم في تنمية المهارات ودمجهم بالزبط وده شيء مهم جدا لان احنا عندنا عدد كبير من الولاد دول والحقيقة ان الاباء والامهات ما بيعرفوش يعملوا ايه ويقدروا انهم يطلعوا مهاراتهم ازاي من هؤلاء الاولاد فنتكلم على يعني المناهج اللي بيدرسوها هؤلاء الخرجين او الطلبة فيما يتعلق بالاخصائيين بيدرسوا ايه خليهم يقدروا يتعاملوا مع ولادنا من زوج القدرات الخاصة تمام احنا احنا فنم الطالب في السنوية العامة احنا الحمد لله يعني تقريبا طلابنا من الطلاب المتفوقين الحمد لله لانه الكلية بتقفل عند المرحلة الاولى في السنوية العامة سواء كان علمي علوم او رياضة او ادبي الولاد بيجوا عندنا بنقسمهم لقسمين برنامج الاخصائي وبرنامج التربوي الاعلى مجموعا بيكونوا في برنامج الاخصائي النظرا لطبيعة المقررات صعبة شوية لان فيها حاجات طبية وحاجات فيسيولوجية وكده فبناخد الاعلى الاعلى ده يعني مش بعيد قوي عن الولاد التانين طبعا احنا بنتكلم تقريبا في درجة او نص درجة الولاد بيدخلوا في البرنامج الاخصائي بيدرسوا لمدة سنتين مقررات في التربية الخاصة بشكل عام بيعرفوا كل حاجة عن التربية الخاصة سواء كنا عايزين نعرفهم ايه هي خصائصهم بشكل عام لان وارد ان هو بيتعامل يعني حضرتك الطفل اللي عنده اعاقة مش بيبقى اعاقة احيانا واحدة لا ده ممكن يبقى اعاقة مش دوجة اعاقة متعددة ممكن يشوف داخل المركز اكتر من اعاقة فهو عاوز يعرف يبقى عنده بج دوان عن كل الاعاقات فدي فرشة احنا من ادهاله في البداية نيجي بعد ما يخلص السنتين نبتدي نخصصه نخصصه بناء على ايه نخصصه بناء تاني على معدله الاعلى داخل الكلية يعني مجنوع التراكمي خلال السنتين الاعلى مجموعة بيروحوا مثلا قسم التخاطب ثم التوحد بعدين صعبات التعلم والاعقة الفكرية والسماعية والبصرية وهكذا برنامج التاني اللي هو البرنامج التربوي الولاد لما بيتخصصوا بيتخصصه في شعبة اكاديمية بمعنى انه بيختار مقرر من المقررات اللي عايز يدرسها بعد كده لما يتخرج عايز يبقى معلم لغة عربية ولا انجليزية ولا دراسات ولا علوم ولا رياضيات ييجي في سنة ويدرس طبعا مواقع التربية خاصة برضك زي وزي الطالب التاني عامة ييجي في سنة ثالثة برضك نبتدي نوزحهم من جديد على التخصصات الايه ان الطالب لما يتخرج هيبقى معلم عربي لغة عربية للاعاقة السمعية معلم لغة عربية للاعاقة البصرية يعني تخصص دقيق اه طبعا اه طبعا لا 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 تخصص دقيق ويتعامل مع كل الاعاقات لا 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 هو ده حتى توجه الكلية يعني هو ده كمان اللي مختلف في الكلية عن البرامة التاني اللي موجودة في الكلية التانية سواء كانت اقسام او شعب برضك قصة انه يبقى تربوي بالشكل ده لا مش موجودة في الكلية التانية فعشان كده يبقى وعلم يتعلم الطلاب قد ايه تقريبا احنا بنتراوح تقريبا من 600 ل 800 طالب او 900 طالب في السن يعني جميل ان حضرك بتقولي انه بتنتهي في المرحلة الاولى يعني معنى كده ان في اقبالها كلية جدا الحمد لله رب ده معنى احساس الناس في المجتمع تغير تجاه جدا زاوي الاعاقة يعني عندهم رغبة شديدة في انهم يخدموهم لان دي حاجة برضو انسانية جدا يعني هي مش مجرد ان انا بدرس حاجة عادية وخلاص لكن انا بدرس حاجة شديدة صعوبة لان فيها جزء من تعامل انساني مع الناس ومن تحمل صعاب معهم ده حقيق لانه فعلا عشان كده احنا بنعمل مقابلات شخصية للولاد احنا مش بنقبل كل الولاد كمان المتقدمين لازم يتوفر في مجموعة من السمات اللي تخليه قادر على انه يواجه الولاد يقدر انه يتعامل مع الولاد بعد كده مش اي حد هيقدر يتعامل مع الولاد دول ويعني احنا عندنا اولاد حتى لما بيوصلوا انهم عايزين تخصص معين يجي بعد ما يتعامل شوية يقول لي انا مش هقدر اتعامل مع التخصص ده انا هنقل للتخصص التاني لان هي مجموعة سمات شخصية او خصائص يعني تخليني ايضا ان انا اتفاعل مع الولاد دول او لا قدرات يعني محتاجة صبر طبعا وهم بيتعلموا ده في جوه المناهج الدراسية يعني حضرتك حتى الناس العادية لما بيبتدوا يعرفوا معلومات عن ذوي الاعاقة يعني خلفياتهم واتجاهاتهم بتختلف كثيرا ولذلك بتلاقي ان الولاد بيقدروا يتعاملوا بعد كده مع الولاد دول بقى ريحية شديدة جدا خصوصا ان معظم البواد عندنا احنا فيها عملي والتدريب العملي مستمر مع الولاد بشكل مستديم التدريب العملي مش مربوط بخروجهم براك كلية ده موجود كمان داخل الكلية من خلال معامل المتخصصة داخل الكلية احنا عندنا مجموعة معامل كبيرة جدا الحمد لله رب العالمين في تخصصات كتير بتاخد من الولاد ذوي الاعاقة من المجتمع المحلي اذا دي يعني احنا بنخرج خرجين قادرين على التعاون مع ذوي الاعاقة غير ان احنا كمان بنستقبل ذوي الاعاقة نفسه ممكن نقدم له خدمات داخل الكلية دي خدمة مجتمعية برضك مش موجودة في اي كلية من كليات مصر عشان كان يقول ان الجامعة في خدمة المجتمع فكلية دي احدى كليات الجامعة اللي في خدمة المجتمع في النهاية بتعرف على انواع الخدمات اللي بتقدموها لذوي الاعاقة فان احنا الحمد لله رب العالمين يعني ايه بنقدر ان احنا نخدم فيه اواسع قوي واختيارنا للولاد دول طبعا انتي عارفها ديك تكلفة علاج او تنمية قدرات الولاد دول مرتفعة جدا فمحاك اختيارنا للأسر واطفالهم ايم على الأسر الاكثر احتياجة لان هما دول ليش هيدروا يدفعوا تمن الجلسة دي برا فبنختار الناس دي من اهلنا ونبتدي ندخل الولاد على مدموعة معامل الاول بيجي على المعمل التقييم نعمل قياس كامل في كل الجوانب المعرفية والنفسية والعقلية والقدرات البدنية وغيرها من القدرات التانية ونبتدي نحط خطة علاجية من خلال فريق موجود داخل المعامل يقول الطفل ده محتاج لإيه بالزبط ممكن يبقى محتاج لأكتر من معامل طب ايه المعامل اللي موجودة دي معامل للتدريبات اللغوية معامل للتدريبات البدنية صعوبات التعلم الاعاقة السمعية الاعاقة البصرية التكامل الحسي معامل للعلاج بالفن سواء كان علاج بالموسيقى علاج بالرسم علاج من سوري دي كلها معامل موجودة داخل الكلية الحمد لله احنا كان عندنا تقريبا تمام معامل موجودين داخل الكلية احنا توسعنا دلوقتي الحمد لله وضيفنا لهم دلوقتي تقريبا من خمسة لست معامل جداد والحقيقة أنه العمل لخدمة ذوي الإعاقة هو عمل متكامل بيتدخل في الأخصائي لحالك ذكرتهم سواء العلاج بالفن أو العلاج عن طريق المنصوري وغيرها من وسائل التنمية والدمجة في المجتمع وأيضا ممكن يكونوا محتاجين علاج طبيعي ممكن يكونوا محتاجين عندهم مشاكل طبية محتاجين متابعتها غير مرئية للأهل كل ده لازم يكون يحصل فيه تكامل فهل الكلية عند حضراتكم فكرتم في أن تتعاملوا نوع من البروتوكولات التعاون مع كليات الأخرى والتخصصات الأخرى اللي بيحتاجها ذوي الإعاقة ده حقيقة فندم يعني بحية حذرك على السؤال طبعا إحنا ككلية بنعمل دوت بالفعل الحمد لله طبعا العمل في التربية الخاصة عمل متكامل يعني دايما حذرك لما تقري في المراجع المتخصصة يعني أمهات الكتب زي ما بيقولوا ما في كتاب أو مرجع علمي إلا بيتكلم على فريق عمل الشغل في التربية الخاصة مش شغل فردي أبدا يعني أنا محتاج كل الفريق معي أنا محتاج البتاع كلية الطب المتخصص في مثلا الجانب النفسي لأنه إحنا وإحنا عاملين بالفعل مذكرات تفاهم مع قسم الطب النفسي في كلية الطب الزائزي قسم التخاطب إحنا لسنا بمعزل عنه اللي موجود في كلية الطب إحنا كمان مش وقفين عند دوت لا إحنا كمان رسائل الماجستير والدكتوراه إحنا بنتعاون في الإشراف عليها يعني في بعض الرسائل مثلا في قسم التخاطب قسم اللي أنا بنتمي إليه إحنا عندنا ثلاث رسائل هينقشوا خلال الإسبوعين الجايين ما بين كلية طب جامعة عن شمس كمشرفين وعلوم إعاقة في الزائزي على الطلاب ماجستير ودكتوراه لأن إحنا بنؤمن جدا بإختلاف التخصصات وتكاملها يعني إحنا لابد إن إحنا وهو ده العالم بينشده في الوقت الحالي يعني ما عادش قضية إنه فيه إن إحنا نتقوقع على تخصص معين ومن منطلق دوت إحنا بتدينا كمان نعمل بروتوكولات مع يعني هيئات أخرى إحنا عاملين بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم عاملين بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة مع معالي وزير الدكتور أشف صبحي عاملين بروتوكول تعاون دلوقتي بنفعله يعني إن إحنا هننوقع إن شاء الله مع وزارة التضامن عاملين بروتوكولات تعاون مع وزارة الدفاع من خلال مؤسسات طبية زي مركز زايد لزاوي القدرات عاملين بروتوكولات مثلا مع المجلس القومي للإعاقة بندرس دلوقتي بروتوكول تاني مع المجلس العربي للطفولة والتنمية يعني كل حد يقدر يقدم مساهمة للولاد سواء كان الولاد الطلاب بتوع الكلية أو اللي يزاوي الإعاقة بشكل عام من خلال تطبيقات دوت إحنا بنسعى لدوت مش بقول لحضرتك إن إحنا بننتظر آخرين يجونا لأ إحنا اللي بنروح لهم علشان نقول لهم إحنا محتاجين نساعد وإحنا نحتاج إن إحنا نتكامل تواجنا دوت ببروتوكول ما بين الكلية وكلية حاسبات ومعلومات ليه كلية حاسبات ومعلومات؟ كلية حاسبات ومعلومات إحنا عندنا مقرر اسمه مشروع تخرج وهم عندهم مقرر مشروع تخرج فاقتلحت على معالي عميدة الكلية إنه والله إحنا ما نتكاملش ما بين الطلاب بتوعنا والطلاب بتوعكم ونعمل مشاريع برمجيات للولاد ذوي الإعاقة تعالوا شوفوا الولاد محتاجين إيه إحنا الحمد لله رب العالمين لما عملنا ده إحنا خدنا لغاية دلوقتي خمس جوائز مركز أول خلال عام من طلاب الكلية عندي على مستوى الجمهورية وإن شاء الله هيتساعدوا على فإحنا ده ده اللي بنسعى إيه يعني نحاول مثلا تحويل منهج معين إلى شكل سهل عليهم من هم يعني يتعاملوا معهم حتى كمان الأجهزة التعوضية التقنيات المساعدة إزاي الكفيف يعني الولاد عندنا اخترعوا أنت شوفت حضرتك العصاية البيضة اللي بيمسكها الكفيف عملوا لها جي بي اس يعني هو يقول هو موجود فين وممكن يتجه لفين ويروح فين ولاد تانيين عملوا اخترعوا شريحة صغيرة عليها كل بيانات الولد مجرد أن أنا يعني أخذ البركوت دوت بالموبايل يطلع لي كل بياناته وراح فين وجاي منين عشان لو تاه أولاد تانيين عملوا مسابقة مثلا لعملوا مشروع حاجة اسمها الميتا فيرس للأطفال زاوية ترابي التوحد المشروع ده يعني الحمد لله رب العالمين خد مركز أول وزارة الاتصالات وإن شاء الله يعني بيتساعد وبينفزوه دلوقتي بالفعل فالحمد لله رب العالمين احنا بنؤمن بده جدا يعني الحمد لله وده شيء جميل لأنها خدمات مجانية بتقدم من خلال جامعة عريقها جامعة الزقزيق عدد المعاقين في مصر عدد كبير محتاج لرعاية وعناية ومحتاجين أخصائيين فاهمين فبنشكر أي جهد من حضراتكم وأي جهد يعني يساهم في التخفيف من معاناة الأهالي ودمج هؤلاء الأطفال أو الكبار في المجتمع احنا ايماننا بس نقطة يعني مهمة أوي ايماننا بدوت داخل جامعة الزقزيق يعني أنه رئيس الجامعة السابق والحالي وإيمانهم بقضية الإعاقة خلتنا في جامعة الزقزيق نعف الطلاب جميعهم من المصروفات الدراسية من زاو الإعاقة الطلاب كلهم ما بيدفعوش فلوس كتب دراسية جميع الخدمات اللي بتقدم ليهم مجانية عملنا دلوقتي مشروع مع صندوق عطاء تابع لوزارة التضامن مشروع لإيطاح جميع المباني داخل الجامعات لذول الإعاق الرنبات على الأرصفة عفوا التوليت عشان يقدروا يستخدموه الأسانصرات يعني احنا دلوقتي بنحولها الجامعة يعني متاحة تضاهي الجامعات الخاصة ولكنها في النهاية بدون مصاريف جامعات الخاصة هي جامعة حكومية عارق أنا بشكر جود حضرك شكرا جزيلا أنا بطمئ لكم كل التوفيق يعني في العمل لخدمة هذه الفئة الكبيرة من المجتمع المصري شكرا أستاذ دكتور إهاب الببلاوي عميد كليادا والإعاقة والتأهل بجامعة الزاقات شكرا جزيلا